عشان كده نفس المنهج بتاع استيفانوس تبناه معلمنا بوليس الرسول وذكرها في كورينسوس الأولى إصحاح 2 قال وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة الروح الكدس وكلام الإنسانية المقنعة خلي بالك ممكن أنت تقنع الناس بحكمتك ويجي واحد أشتر منك غلباوي أكتر عنده منطق أعظم عنده أقوال وعنده نصوص وعنده إثباتات يلغي كل اللي أنت قلته فكلام الحكمة الإنسانية المقنعة مشواره صير لكن ببرهان الروح الكدس والقوة ليه بقى قال لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله طيب معنى كده أن بوليس كان إنسان ساذج وبسيط ما بيفهمش حاجة وبيتكلم بطريقة لا تناسب الحكماء والفلاسفة قال لا لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين ما فيه فرق أنت بتدي درس في مدرس أحد لأطفال ابتدائي أو أنت بتتكلم مع الشعب البسيط في منطقة بسيطة أو أنت بتتكلم مع شباب جامعي واخد على المناقشة والحوار والبحث العلمي ومستوهم عالي فأنت لازم الحكمة كده بقى أنك لما تتكلم مع كل فئة بتتكلم بطريقة اللي تناسبها عشان الناس تستفيد مش عشان أنت تتمجد عشان الناس تستفيد لأن ما المنفعة لما يكون قدامي الناس بسطة وأنا بتكلم بكلام عالي فلسفة هم قاعدين فتحين بقوهم ومستعجبين من اللي بقوله بس مبهورين في الآخر استفادوا إيه؟ أو ما المنفعة أن أنا أتكلم مع ناس متعلمة في كلام سازج ما يزودش عندهم معلومات فدايما المتكلم يكون قصده إفادة المستمع مش إبهار المستمع طب دي نجيبها من فهمنا عند ربنا فقال بالرغم أن أنا ما كنتش باستخدم الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة لكن بين الكاملين بتكلم بحكمة طب إيه بقى الحكمة دي؟ برضو إنسانية قال لا ولكن بحكمة ليست من هذا الظهر الحكمة اللي من هذا الظهر أيام بولوس حكمة أفلاطون وحكمة أرستو والناس اللي هم الحكماء والفلسفة وهنا بنبه الحاجة إن في بعض الشباب يقولوا إن أباء الشرق اللي هم منطقتنا تأثروا بفلسفة أفلاطون وأباء الغارب تأثروا بفلسفة أرستو هذا الكلام ضد الكتاب المقدس وضد الأباء وضد الكنيسة الكنيسة عمرها ما تاخد إيمانها من فم الفلسفة حتى لو فيه تشابه في طريقة عرض المواضيع تشابه مع الفلسفة لأن كانوا الأباء دول لما يجي خطب الفلسفة لازم يكنعوهم بالكلام المسيحي لكن لما أقول دول متأثرين بيهم يصير المسيحية عبارة عن فلسفات إحنا مرجعنا الكتاب المقدس والقديس أثاناسيوس قال كده قال إن الحق يكون أوضح ما يكون عندما يكون مصدرنا الكتاب المقدس وليس مصادر أخر ده بيقول بنفسه كده عشان كده قال بحكمة ليست من هذا الده ولا من عظماء هذا الده مين عظماء هذا الده؟ أرستو وأفلاطون والأسام الكبيرة قال لدينا يبطلون يبطلون ليه؟ لأن الفلسفات دي بتبقى ليها رانين وبريق وييجي جيل بعدها يقولك طلع الكلام ده كلهم مش مظبط والعلم بيبطل بعد النظريات الفلسفية لأن كان الفيوسوف بيقعد يتأمل ويتوقع نشأة الكون إزاي لكن العلم دلوقتي بالأدوات بيقدر يقول إحنا نقدر نصل إلى حقيقة مؤكدة أو على الأقل حقيقة قابلة للنقاش فممكن تلغي كل الأفكار الأبليه عشان كده قال لدينا يبطلون بل نتكلم بحكمة الله في سر مهم جدا إن إحنا يكون كل تعلمنا وكل كلامنا وكل تصرفاتنا بحكمة الله وقال الحكمة دي في سر يعني إيه السر؟ إن الله يتكلم في قلبك ويديك المنطق والحجة والحكمة الجميلة يقولك الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الظهور لمجدينة ويقول معلمنا بولس لأهل أفاسوس لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلوات كي يعطيكم إله وربنا يسوع المسيح أبو المجد يديكم إيه؟ روح الحكمة والإعلان في معرفته موهبة من الروح الكدس إن الإنسان يأخذ روح الحكمة والإعلان في معرفة ربنا يا مناس يقعد يقرأ كتب كبيرة قوي؟ طبعا أنا مش ممكن هكون ضد الإراءة والتعليم والإنسان يدرس لكن لازم يعني يقوله يا رب فهمني عشان زي ما الكتاب المقادس قاله على فهمك لا تعتمد وكثرة القراءة تحوله إلى الهديان زي ما قالوا لبولس الرسول ليه؟ لأنه مش مسنود بنعمة هو كبرياءه بيخليه حس إنه هو فهم أكتر من كل الناس فيسلمه ربنا بقى لكبرياءك ده أنت عايز تكون أنت المصدر وأنت المرجع فيضيع نفسه بكثرة المعرفة بينما صدقوني ساعة ساعة نص ساعة الواحد يعدها في مخدع ويتكلم مع الله يعرف أشياء عن الله مش مكتوبة في الكتب وده اللي يخلي الإنسان معرفته حكيمة والإعلان اللي عنده إعلان وقور وفيه مخافة الله والكلام اللي يقوله عن ربنا أو الكلام اللي يرد به على الناس مليان بالعقل والحكمة لأن المصدر مش ذاته لكن من ربنا